مع تزايد حدة الأمطار التي ضربت العاصمة أن جمينة مؤخرا تضررت العديد من الطرقات بما في ذلك تلك المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية كما أن هذا الطريق المؤدي إلى مستشفى الصداقة الشادية الصينية قد تحول بالكامل إلى مستنقع مائي المشهد نفسه يتكرر في العديد من المرافق العامة كحال المركز الوطني لعلاج النسور الواقع في حارة مرسال بالدائرة السادسة يصعب على المرضى ومرافقهم التنقل والجلوس بحرية بسبب المياه الراكدة في ساحات المركز وإزاء هذا المشهد فالذي يمر من هنا يقف بين خيارين أحلاهما مر إما أن يدخل الماء فتتعطل دراجته أو يسلك طريقا آخرا وكل الطرق تؤدي إلى المياه أعلى الرغم من تضافر جهود الحكومة وشركائها في مكافحة الفيضانات وضع كاد أن يخرج عن السيطرة ولسان الحال يقول إن لم تنطر هذا الأسبوع لكان خيرا حتى تستعيد المدينة طبيعتها ويتمكن المارة من التجوال حيث ما كانوا ووقت ما شاءوا ترجمة نانسي قنقر